ليه ممكن تكون الميري سفورت أجريسيف أو يعني عضوانية بالشكل ده وهي بتكلم على خبر انتقال صلاح وليه بيبقى في حالة الفرحة الطغية دي طبعا صلاح ما فيه شك واحد من أهم نجوم الدوري الإنجليزي واحد من أهم نجوم ليفربول على مدار تاريخه ومش بس في الفترة الحالية أو في الفترة اللي هو لعب فيها لما تكلم على رحيل جوردن هاندرسن لما تكلم على رحيل فيرمينيو لما تكلم على رحيل فابينيو على مستوى اللعبين مع وجود ستيفن جيررد ومع وجود روبي فاولر على مستوى التدريب طبعا لازم يبصوا على أنه إغراءات الأندية السعودية لنجوم الكرة في أوروبا أصبحت مصدر خطور لكن ليه أنا أقول شكرا صلاح وتعالوا نشوف ترجمة اللي حصل ده إيه لو تحبوا نتكلم فيها بالأرقام نتكلم لو تحبوا نتكلم فيها بحسابات العقل والمنطق برضو نتكلم لكن في النهاية ما تقدرش أنك أنت غير أنك أنت تقول شكرا محمد صلاح أنا أسعدني أنا قلت مبارح أنه أتمنى أنه صلاح يفنش في إنجلتر أتمنى أنه يروح لأبعد مدى لأنه قادر يحقق أرقام وبطولات وإنجازات هتكون واحد قدوة ومسألة أعلى لكل الأجهال اللي جاية من لعبة الكورة في مصر وخدوا بالكم أن كتير أنا بشوف أنه الأغلبية ما عنديش ناس باوما قدرش حكم على نوايا الناس ولا أدخل جوايا ومعرفوا هما بيفكروا إزاي لكن كتير من الناس اللي بتلعب كورة أو رياضة عموما هدفها في الأول والآخر ممكن يكون المادة لكن صلاح مشي عكس الطيار وبحسابات الورع والقلم هبتدي لو اتفقت معاك وهو واحد من أغلى نجوم الكورة في إنجلترا واحد بتقضى أسبوعيا تقريبا في حدود 400 ألف سترليني وده رقم كبير جدا في إنجلترا يعني لما بتتكلم في الشهر بتتكلم في حدود مليون ونص مليون وستمئة ألف سترليني معرفش ده بالضرائب ولا من غير الدرائب مش هتفرق كتير يعني بتتكلم في السنة تقريبا صلاح مرتبه السنوي حوالي 18 مليون تقريبا 18 مليون سترليني يقلوا شوية يزيدوا شوية بالإضافة شوية مكافآت بطولات أرقام خدها الدافة خد جايزة يعني بسلطاته بابا غنوجه ممكن يقفل الموسم على 35 مليون سترليني هل من العقل والمنطق أن يرفض عرض على أهل تأدير سيبك من الأرقام الخرافية اللي انت سمعتها على السوشال ميديا لأنها بالتأكيد بعيدة عن الواقع لكن بالتأكيد نجم بحجم صلاح لن يقل بأي حل من الأحوال لا عن سيار سيفن لا عن رونالدو ولا عن كريم بن زيمة اللي يخليه يرفض 3 أو 4 أضعاف اللي بيتقضاها في إنجلترا في سبيل الاستمرار في ليفربول وهو تقريبا حقق كل حاجة لقب هداف حقق مرة واثنين وثلاثة بطول الدورة انجليزية حقق تشامبيونز ليك حقق يعني ما فيش حاجة تانية ممكن تتحقق إلا التواجد من حيث المادة ده بحسابات ناس كتير كده لكن صلاح حط قدامه ودي ما عنديش شك فيها فكرة الطموح اللي بجد فكرة إنه في وقت من الأوقات لما تبقى مؤمن بإنك أنت عندك رغبة في تحقيق ذات يبقى عندك رغبة في كتابة تاريخ من الصعب تكراره يبقى عندك رغبة في إن اسمك يكون من أساطير الكرة في إنجلترا وفي مصر لأجيال وأجيال وأجيال وإنك مدرك تماما لأن قصة نجاحك هي مثل أعلى وقدوة لكتير من اللعبين المصريين اللي شايفين في محمد صلاح نموذج يحتزى به هنا محمد صلاح قدر مسؤولية كل ده وقرر أنه يستمر في إنجلترا هل ده معني أنه مش ممكن نشوف صلاح؟ أنا بقول أنه ممكن واحتمال انتقاله السعودية وارد جدا لكن الأكيد أنه مش دلوقتي ورده ورفضه على انتقال في الوقت الحالي هو أبلغ دليل على تمسك محمد صلاح في المرحلة دي بحلمه اللي لسه ما انتهاش رغبة منه في استكمال مسيرة ولا أروع وإنجازات ولا أكبر حقيقة حققت فيه أهم وأكبر دوري في العالم مع نادي ليفر بول صلاح بيقول للي جايين من بعده أن لو عندك حلم مهما كانت الصعوبات مش محتاج أحكي لك قصة صلاح من بدايتها مش محتاج أحكي لك حجم المعاناة اللي عناها عشان يقدم نفسه كلعب كرة في نادي المقاولين اتصد اترافض جوا مصر حاول يبدأ بر مصر بدأ صغير ثم انتقل لنادي كبير جدا اسمه تشيلسي ما نجحش فيه وكانت ضربة كفيلة أنا بقول لحضرتك لو في عشر لعيبة محترفين في مصر راحوا تشيلسي ومشيوا منه ممكن جدا 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 يكون تفكرهم الأول هو العودة إلى مصر مرة تانية واللعب الأحد النوادي الكبرى ويكفيه فخرا أنه في يوم الأيام لبس تيشرت نادي تشيلسي ولعب في الدولة الإنجليزية حتى ولولو لمباراة وحيدة ده يكفي من المجد فيه ناس كتير جدا ممكن تفكر كده لكن صلاح ما اكتفاش وقرر يخش أو يدخل قصص تحدي كتير جدا بمرورا بقى فيورنتينا وبعد كده روما إلى أن جاءت الفرصة وكان الانتقال لليفربول وكانت قصة نجاح ستروى وتحكى لأجيال وأجيال هنا التأكيد على معنى مهم جدا وهو فكرة أنه مهم طبعا ما عنديش شك وما بقولش عكس كده وإلا تكون أنا بجذب على نفسي أنه المادة شيء مهم جدا في الحياة وفيش حد بيشتغل في أي شغلانة وفي أي مجال لا يبحث عن المادة لكن فكرة أنه المادة تكون هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فكرة أنه كل حاجة في الدنيا يتم اختزالها على أنها مجرد هدف أول وأخير أعتقد أنه ده الفكر اللازم يتغير عند كتير من لعبتنا ولازم يعرفه حتى اللي طالعين من هنا نجوم كبار وأنا عارف أنه فيه أوقات كتير جدا أسماء خرجت من مصر وهي أسماءها يعني ملء العين والبصر زي ما بيقولوا مش محتاجين نجومية أكتر من كده لازم العقلية تتغير عشان تفهم أنه قصة الاحتراف والنجاح بره مش بالسهولة اللي ممكن تحققها هنا وتعامل المؤسسات المحترفة في أوروبا مختلف بشكل كبير جدا عن تعاملنا هنا مع اللعيبة في مصر صلاح كتب قصة نجاح من الممكن جدا ومن السهل جدا أنا بقولك شوف كتير من الناس هتشوف أنه لحققه صلاح ده شبه مستحيل أنه يتكرر لكن أنا بقولك أنا على يقين أنه عندنا في مصر اللي أحسن من محمد صلاح اللي عنده إمكانيات أفضل بكتير من محمد صلاح الفارق الوحيد بين وصول صلاح لأهدافه دي ونجاحاته دي هو عقليته واحد من أهم أسباب نجاحه هو رغبته الدائم في تطوير نفسه ولو بصيت في كل موسم من المواسم اللي حققها صلاح بره نجاحات كبيرة جدا فيها هتلاقي صلاح في كل موسم مختلف عن صلاح في الموسم اللي قابله موسيقى موسيقى